حتى فيما يتعلق بساحات معينة كالساحة المصرية سلوك الإدارة الأمريكية القادمة إدارة بايدن تراها متطابقة لإدارة ترامب وجهان لعملة واحدة؟ شو وجهان لعملة واحدة مع اختلاف الطريقة يعني عايز أقول لك حاجة مثلا هل مثلا ملف حقوق الإنسان سيسقط سيجعل أمريكا تسقط السيسي في مصر؟ لا طبعا لأن عبد الفتاح السيسي الملفات السيئة التي يدرها للغرب في الشرق الأوسط هي أكتر بكثير من جرائمه فبالتالي ترامب بايدن لن يسقطه ولكن سيحاول الضغط عليه لتجميل الإدارة العسكرية في مصر لتجميل وجهها حتى تصبح أمريكا غير ملامة على ذلك إنما مثلا عايز أقول لك حاجة ترامب مثلا لما قال ديكتاتوري المفضل لما قال كلمات كثيرة على الحكام لا طليق هل ده غير من الأمر شيء؟ ما غيرش في الأمر شيء بل استغلوا الطريق ترامب فيه أنه هم يعملوا قمع أزيد وأزيد وعلى الملأ فدلوقتي زي ما أمريكا هيعود لها المكياج على وجهها بعودة بايدن والحزب الديموقراطي بالتالي الأنظمة الدكتاتورية ستعيد مصحيك التجميل مرة أخرى إلى وجهها حتى تتناسب مع إدارة بايدن طيب أنت تعلم بأن أنصار ترامب يعتبرون اقتحام الكونغرس بمثابة الثورة التي حاولوا أن يقوموا بها بشكل أو بآخر ما يجري هناك هل يمكن أن يؤثر على حراك الشارع في بلداننا العربية؟ يعني أنا عايز بس أقول لحضرتك حاجة الحقيقة الفكرة الرئيسية أننا الأمة العربية حينما أسقطت الخلافة الإسلامية لم تستبدلها حتى بالقومية العربية يعني لو كان هناك فعلا حركات تحررية تريد العالم العربي ويقزته ومستاء من إدارة الخلافة الإسلامية نتفق أو نختلف ولكن إحنا بنتكلم عليهم هما في هذا الوقت كانوا على الأقل استبدلوها بالقومية العربية لكن هذا كان المقصود أنه 22 دولة عربية بتتكلم لغة وحدة ديانة وحدة يعني قريبين جدا لا تحدث بينهم وحدة لمدة 100 سنة بينما الغرب اللي بيتكلم آلاف اللغات وألاف العرق وألاف قدروا يعملوا الاتحاد الأوروبي فبالتالي إحنا اللي جاي مش هيفرق معانا كتير إنما هيفرق لو الصورات العربية نجحت الصورات العربية نجحت معلها امتلاك قرار الشعوب بالتالي تحديد العلاقات الخارجية للشعوب تحديد الأولويات للشعوب فكل شيء في الغرب مرهون بتحرر الإرادة العربية وعشان كده الغرب لن يسمح بالتحرر الكامل لما لقى الشعب المصري يعني تخيل حضرتك أوباما والحزب الديمقراطي اللي بيتغنب الديمقراطية واسمه ديمقراطي لم يتحمل محمد مرسي لفكرة إن ممكن يبقى محمد مرسي صورة أخرى من أردغان فلم يتحمل تحرر بلدين كبار زي تركيا ومصر ويخرجوا من القبضة الأمريكية اشتركوا في القناة